بصوا يا سيدة الكلامة اللي قاله دكتور طارق فهمي أولا فيه مجمله شديد الأهمية وفيه تفاصيله أيضا بالغ الأهمية وفيه نقطة مهمة جدا دكتور طارق قال أنه بيرنز غير البقية غير مستشار أمن القومي غير وزير خارجية ولهذا أنا علقت بيرنز خبير علاقات سياسية بيرنز خبير في علاقات وشؤون الشرق الأوسط وتحديدا فيه قضية الصراع العربي الصهيوني أما الآخرين أو بعضهم أيا كان هم مين بص لازم تبقى فهم الأمريكان مش شطر أوي زي ما الناس متصور حتى ممن يجلسون على مقاعد فخمة ووثيرة وفي مراكز أهمة تلت تربعهم وتحديدا في الفترة الأخيرة مجرد هو والفترة الأخيرة دي مش سنة ولا تنين باتكلم على عدة سنوات يعني هو يعني عمليا مهماش متغلغلين في هذه القضية بل وفي غيرها من القضايا فما بالك بقضية الصراع العربي الصهيون ودي بالمناسبة قد تبدو نقطة ضعف في الإطار التفاوضي إلا أنها نقطة قوة ليه نقطة قوة؟ للجملة اللي قالها دكتور طارق وهي جملة حقيقية ما في المئة مصر عندها تراكم خبرات مخيف أنت فاهم إحنا ليه دايما بنقول أنه قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة هي قضيتنا المركزية؟ أنت فاهم ليه الرئيس وصفها بهذا الوصف بوضوح وصراحة وأمام المجتمع الدولي؟ لأن إحنا أكتر دولة في العالم اتعاملت مع هذا الاحتلال وهذا الكيان اتعاملت معاه بالموقف المضاد أنا الدولة الوحيدة لوقفة تحربه صراحة وعلانية أنا الدولة لوقفة حربته في 48 أنا الدولة لحربته في 56 أنا الدولة اللي كملت في الحرب معاه حتى وصولا لما حدث في 67 ثم في حرب الاستنزاف وصولا إلى نصر 73 وأنا الدولة اللي كملت مصاري المفاوضات وأنا الدولة اللي كملت مصاري المفاوضات بتاعتنا لحد وصول الاتفاق لاتفاقية كامبتايفيد ثم اتفاق السلام وأنا الدولة اللي كملت في المصاري التفاوضي على الملف ده اللي هو بقى فلسطين كاني أنا بقولك وأنا بوصل في القضية بأنها إيه؟ قضية الصراع العربي الصهيوني نعم هو عربي صهيوني هو مش الصراع الصهيوني الفلسطيني ولا الإسرائيلي الفلسطيني في تسميه طيب هو قضية صراع عربي ملف فلسطين هو الملف الأساسي اللي فيه لأنه في النهاية أنت بتتكلم على كيان توسعي يريد أن يبتلع كل من حوله يريد أن يبتلع بالتأكيد مصر ونفسه يبتلع الأردن ونفسه يبتلع سوريا ويبتلع أي حد نفسه يبتلع المنطقة العربية بأكملها لا قدر ولا كان حلو لكن هي كده هي قضية صراع مع هذه المنطقة ومع شعوبها ملف فلسطين هو الملف المحوري بتاع هذه القضية خد بالك فالبلد اللي عندها التراكم ده والقدرة دي هي بلد واحدة نصر طيب بس أمريكا أقول لك أمريكا بلد داعم إنجلترا هي أساس الإنشاء أمريكا هي اللي تولت الحماية والدعم وكثير من دول أوروبا غير كده في حد غيرنا خد هذا الموقف شديد الوضوح لا هتيجي تقول لي مثلا مثلا أيام الرئيس السادات وتعامل اتفاق السلام فأنتم شوف يا مولانا مصر رفضت التطبيع شعبيا بالسلامة باي باي الجيد في الموضوع إنه دائرة الحكم في مصر أبدا لم تحاول إرغام المجتمع المصري ولا الشعب المصري ولا المثقفين ولا النخب المصرية على قبول أي شكل مشكلة التطبيع كانت تستطيع بس اللي لم ترغم دا خلق مشكلة بالمناسبة لدى العقل السياسي الإسرائيلي اللي حابين نسميه إسرائيليا إنه هو اش معنى مصر والمصريين إحنا عندنا مشكلة يا جماعة دي وجهة نظرهم هم وجهة نظرهم بتتكلم في إيه في إن بقالهم خمسة واربعين سنة عاملين اتفاق وبرضو مرفوضين وملفوضين المصر العادي ينظر إليهم ينظر إليهم ويعلنها صراحة العدو وده عامل مشكلة لدى إسرائيل إزاي؟ خيب يبقى هذا التراكم مفيد جدا لأنه بيخلي موقفنا قوي جدا وجود كثير من الهوا مفيد جدا لأنهم هوا يبقى عندك مفاوض مصري محترف على أعلى درجات الاحتراف وعندك بعض المفاوضين ليسوا بهذه الحرفية وبعض المفاوضين يكادوا يكونوا هو وبعض المفاوضين طبعا بالتأكيد عارفين هم عايزين إيه مش مختلفين على ده يبقى ده سبب من الأسباب اللي خلقه قوة وفاعلية وتأثير عميق لفريق التفاوض المصري أنا عارفك وعارف الزهن ده بيفكر إزاي وعارف أنت بتروغ إزاي وبتنور إزاي كل ده وكل هذا التراكم مع كل هذه المواقف وصولا لليوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة هو اللي خلق الصورة اللي انت بتشوفها وكنت بشرحها لك من شوية الناس في الشوارع فرحانة باللي بيحصل فرحانة فخورة بمصر فخورة بموقف الدولة فخورة بخطوات هذه الدولة فخورة بتحركات مؤسسات الدولة فخورة برئيس هذه الدولة المصريين فرحانين هزيدك من الشهر بيت كل الأحزاب كل الأحزاب شوف كلمة كل كلمة كل دي كلمة مهمة وخطيرة كل الأحزاب معارضة كانت أو مولاء أو في الوسط لديها تباينات ما لديهاش تباينات هي يعني متفقة على اكتمال الخط وعلى استقامته الكاملة أو رافضة كل كل الأحزاب متوافقة داعمة تسير خلف الدولة خلف رئيس الدولة خلف مؤسسات الدولة في هذا المصار وفي هذا الدور التاريخي اللي بتلعبه مصر لأجل انقاذ الشعب الفلسطيني انقاذ هذه القضية انقاذ هذه الدولة اشتركوا في القناة